وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة للمملكة المغربية مساء أمس الجمعة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة قادمة إلى المملكة عبر قاعة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بالتالي البيضاء وتهدف مبادرة طريق مكة وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج رؤية المملكة 2030 إلى إنهاء إجراءات الضيوف الرحمن انطلاقا من بلدانهم بدءا من إصدار التأشير إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية وإضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة ووفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة وعند وصولهم ينتقل الحجاج مغشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعاتهم إلى سكنهم شكرا 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 شكرا